تقييم في منظومة الجدرات له طرق عديدة طبعا احنا اختصرنا عمليات التقييم في ثلاث خطوات الخطوة الاولى بالنسبة لتقييم الجدرات بتكون التقييم المهاري وده بيتم ما بين لجنة مكونة من سوق العمل وفزارة تربيع والتعليم بيتم تقييم المهارات اللي بيقوم بيها طلبة في الجزء اللي هو بيمس الجزء العملي في الحالات او في الزمان لما كنا بمتحن امتحانات عملية الجزء التاني بيكون التقييم المعرفي وده بيشبه بالزبط الامتحان النظري بنقعد في لجنة وبيتم تقييم الجزء المعرفي بتاعنا الخاص بالتخصص بعد كده بالنسبة بقى لتقييم السجلات او الملفات بتاعتنا بيتم تقييمها برضو بنفس الطريقة ونقدر نحن نشوف الفترة مدار التلات سنين اللي قام بيهم الطالب او يشتغل عليهم الطالب وتعلم فيهم مهارات بنشوف كمان ازاي ان هو قدر يكتسب المهارات دي وايه المشاكل اللي قابلته في فترة تدريبه في خلال التلات سنين وده طبعا الجزء الخاص بالتقييم النهائي للطلبة طبعا بالاضافة للمتحان النظري العادي للمواد الثقافية ده من نسبة للجزء اللي بيختص به النظام الجذرات وطبعا ده هنشوفه وهنشوف شكله مثلا مع التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندوي كل تخصص لهم او كل نوعية لها الجزء الخاص بها في عمليات التقييم النهائي طبعا في الجزئية دي بيكون احنا مقايمين قبل كده اكتر من مرة طول التلات سنين وكل ده بيكون مزبط بالسجلات بالادلة المطلوبة اللي تم وضعها في السجلات خلال او على مدار التلات سنوات بتوعنا بالنسبة للتقييم المعرفي يؤدي الطالب التقييم المعرفي في داخل لجان للامتحانات وترتبط اسئلة التقييم المعرفي باسئلة التقييم المهاري حيث تقدر درجة التقييم المعرفي لبرامج التعليم الزراعي ب110 درجات ويتم توزيع اسئلة الاختبار المعرفي على الطلاب على شكل بوكلت من قبل الملاحظين ويتم الاجابة عليه في زمن قدره ساعة ومن ثم تجميع ورق الاجابة من الطلاب وتسليمه الى لجان الكنترولات لتصحيحه وفي حالة حصول الطالب على درجة اقل من درجة النهاية الصورة يحق له دخول التقييم النهائي خلال الدور الثاني اما بالنسبة للتقييم المهاري فيؤدي الطلاب التقييم المهاري داخل اماكن التدريبات العملية بعد الانتهاء من التقييم المعرفي مباشرة امام لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج الدراسي تطم اللجنة ثلاث اعضاء خبير من سوق العمل واثنين من خبراء التربية والتعليم من خارج المحافظة في زمن قدره ثلاث ساعة وتقدر درجة التقييم المهاري للمهمة للبرامج الخاصة بالتعليم الزراعي بمائتي درجة ينفذ الطالب المهمة بمفرده وفقا لخطوات محددة بنموذج تقييم المهمة ويقوم كل مقيم بوضع الدرجة بالنموذج المعد لعدد عشر طلاب ومن ثم تجميع درجات المقيمين الثلاثة وحساب متوسط الدرجة ورصدها داخل سجل التقييم التعليم الزراعي من نوعيات التعليم المهمة واللي بتاخد او حيز كبير جدا في الصناعة في مصر وطبعا الصناعات الزراعية من الصناعات المهمة في مصر وطبعا طرق التقييم بتاعتها زي ما احنا استعرضنا في الجزء الخاص بيها وشوفنا وعرفنا ان الجزء الخاص بالتنفيذ التقييم الخاص بالتعليم الزراع على منظومة الجدارات عرفنا انا عندي جزء للتقييم المهاري وجزء للتقييم المعرفي وكمان جزء لتقييم السجلات وده بيتم على الجزء التخصصي فقط كل البحادات التخصصية بيتم تقييمها بهذا الشكل بالتالي انا عندي جزء خاص بالتقييم المهاري شفت الطالب بتاعي وهو شغال وبينفذ المهارات بتاعته بالشكل المتقن المطلوب وقدر تأديره درجة الجدارة بتاعته على تنفيذ المهارة وكمان بعد كده اتقلت ليه التقييم المعرفي وقدرت ان انا اشوف الطالب وهو بيجاوب على الاسئلة المعرفية الخاصة بالوحدات التخصية بتاعته في الامتحان التخصصي بعد كده بدأت ان انا انزل واشوفه كمان اشوف السجلات بتاعته على مدار التلات سنين هو عمل ايه في التلات سنين اكتسب مهارات ايه ساعدته في ايه وقدر يعمل ايه وصل لايه في النهاية طبعا ده بينمي عندي الحس الابتكاري عند الطلبة في طلبة بدأوا يبتكروا بعض الحاجات البسيطة في تخصصاتهم بالاضافة للمهارات اللي تعلموها ده طبعا بيساعدوا اكتر انه يقدر ينافس في سوق العمل ويقدر يساعد نفسه انه يكون انسان جدير في تنفيذ المهام والمهارات الخاصة بتخصصه طبعا المهمة عندنا في المنظومة بتاعتنا ان الطالب بتاعي يقدر ينافس سوق العمل وده الهدف من وجود منظومة الجدرات في مصر وان شاء الله هتؤتي بسمارها في الايام الجاية طبعا احنا عندنا اعتبر المرحلة دي بنتكلم عن مهارات مطلوبة لسوق العمل مفروض انها بنفذها بالتالي بقى عندي مرونة كمان ان انا اقدر اغير المهارات دي في اي وقت واغير كمان الاسلوب والسلوك الخاص بتنفيذ المهارات دي حسب سوق العمل يبا ده بيديني فرصة ان الطالب عندي يقدر يكون جدير بتنفيذ المهام بتاعته وللتحاق بالوظائف الخاصة بالمهام دي بالتالي يبا احنا كده انتهينا من تقييم التعليم الزراعي طبقا لمنظومة الجدرات موسيقى